بدأت كوريا الشمالية تدخل شريك استراتيجي جدا لدعم روسيا بالجنود لدرجة أنه منذ ساعات قليلة تطايرت الكثير من الأنباء التي تؤكد وصول جنود كوريا الشمالية في قلب روسيا إلى درجة أن هم توزعوا على الجبهة الأوكرانية التأكيدات أعلنت عن ذلك إلا أن كوريا الشمالية قالت أنا ما حصلش الكلام ده أنا بيني وبين روسيا اتفاقية استراتيجية عسكرية ومن حقنا أننا نجري تدريبات مشتركة لكن جنود كوريا الشمالية على الجبهة الأوكرانية الكلام ده مش مظبوط طبعا الطبيعي أن كوريا الشمالية تؤكد ذلك لكن التقارير والواقع والمنطق والتحليلات بتشير عكس ذلك عدت ذلك في نفس التوقيت اللي إحنا وجئنا فيه بأن الناتو بدأ يدخل طرف رئيسي في مواجهة كوريا الشمالية وفي مواجهة روسيا لدرجة أن الناتو دق أجراص الخطر وقلب الحرف الواحد لن نسمح بذلك هنعاقب الجميع يعني إزاي الناتو هيدخل في مواجهة مباشرة مع كل من روسيا وكوريا الشمالية إلا أن كوريا الشمالية بدأت أيضا فجر القنابل بتاعتها خلونا نعرف التفاصيل خلال الحلقة دي لكن عبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل أنا أحمد عبدالعيدي وانت من حقب تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم بعد مرور ثلاث شهور على زيارة الرئيس الروسي فلادمر بوتين في كوريا الشمالية وتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مع كيم جنغو أون زعيمها تم إرسال فرقة من 1500 مجند في جيش كوريا الشمالية إلى روسيا المفترض جدلا أن 1500 دولي من أجل إجراء التدريبات تدريبات مشتركة وده حق طبعا روسيا وكوريا الشمالية طبعا أنا عاوز أقول لحضرتكم فلادمر بوتين بيلعبها بزكاء يعني بمعنى إيه اللي جاب الجنود بتوع كوريا الشمالية في قلب روسيا تدريبات مشتركة وهو مش روسيا أبرامة الاتفاقية العسكرية المذكورة سابقا مع كوريا الشمالية فقنا وقد بدأوا بتدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي أثار الأمر قلق حلف الناتو من احتمال مشاركة قوات كوريا الشمالية في حرب روسيا على أوكرانيا واعتبر مارك روتا أمين عام حلف الناتو أن إرسال كوريا الشمالية قوات للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا يشكل تصعيدا كبيرا طب ثانية واحدة بس في قلب أوكرانيا كل دول الناتو بلا استثناء دخلت بشكل مباشر حتى عن طريق الجنود العاديين اللي هم مرتزقة لدرجة أن دول الناتو دعمت بالأسلحة دعمت بالجنود دعمت بالأقمار الصناعية دعمت بالجهاز الاستخبارات الأمريكية والأجهزة الاستخباراتية الغربية فهو حلال ليك حرام على روسيا طبعا عاوز أقول لحضراتكم على حاجة أن روسيا ما هيش في حاجة إلى جنود من كوريا الشمالية لكن المسألة لدمر بوتين كظابط مخابرات بيحسبها إزاي أن يقوم بالتنسيق مع كوريا الشمالية على المستوى العسكري بحيث المسألة لو دخلت في الجد في مرحلة تالية يبقى التنسيق تم اختباره على أرض الواقع وإحنا ستان دي باي يعني إحنا جاهزين لمواجهة أي خطر شامل من قبل النيتو بالإضافة إلى تجريب تكاتل عسكري قوي جدا بين مجموعة من الدول هو ده اللي بيعمله فلادمر بوتين فلادمر بوتين ما هوش في حاجة لدعم كوريا الشمالية في الوقت الراهن بس من الممكن أن كوريا الشمالية تحتاج الدعم الروسي ده أو روسيا تحتاج الدعم بتاع كوريا الشمالية في مرحلة تالية وأشار أمين عام حلف النيتو بأنه هو تحدث مع يون سوكيول رئيس كوريا الجنوبية كي يؤكد له على الشراكة الوثيقة ما بين النيتو كوريا الجنوبية بعدما كشفت الاستخبارات الكوريا الجنوبية أنه من المرجح أن ترسل كوريا الشمالية حوالي 12 ألف كندي خلال المرحلة القادمة يعني النيتو دخل الملعب بقوة مع كوريا الجنوبية على الرغم من أن كوريا الجنوبية ما هيش عضو في النيتو في النيتو استحلل نفسه دعم كوريا الجنوبية بينما بيمنع روسيا أن هي تاخد دعم من كوريا الشمالية طب إزاي بمزاج النيتو؟ طبعا معايير مزدوجة أشارت أجزة الاستخبارات الكوريا الجنوبية في بيان بأن هي رصدت ما بين يوم 8 و13 أكتوبر إرسال كوريا الشمالية قوات خاصة إلى روسيا على متن سفينة نقل بحرية روسية مما يؤكد بدء المشاركة العسكرية لكوريا الشمالية في الحرب بدأوا بقى يقلفوا القصص والحكايات بس خلونا نتفق الإرهاصات، الأدلة، المعلومات كلها بتصب في اتجاه واحد أن فعلا جنود كوريا الشمالية موجودين في قلب روسيا ليه؟ أقوهم لتنين أنا ما روحتش أوكرانيا بس برضو مؤكد أن هم دخلوا على الجبهة في أوكرانيا وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية أعلنت أن هي استدعت السفير الروسي لديها وشددت على ضرورة سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون في هذا المجال ما بين موسكو وبيونج يونج اللي هي كوريا الشمالية وأبلغت السفير بأن دعم كوريا الشمالية لروسيا في حربها على أوكرانيا يشكل تهديد مهم لاسا فقط لأمن كوريا الجنوبية بل للمجتمع الدولي مشددا على أن خطوات كهذه تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي وقوانينه الشرعية وشرعية الأمم المتحدة ورد السفير الروسي في كوريا الجنوبية في بيان قال فيه أن تحالف كوريا الشمالية أن تحالف روسيا مع كوريا الشمالية ليس موجها ضد كوريا الجنوبية وقال أن التعاون ما بين روسيا وكوريا الشمالية يتم في إطار القانون الدولي وليس موجها ضد المصالح الأمنية في كوريا الجنوبية يتزامن ذلك ذلك أيضا مع وصول وزير الدفاع لأمريكي الويد أوستون إلى أوكرانيا حيث قال أنا برجع أوكرانيا للمرة الرابعة كوزير للدفاع عشان أظهر دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لأوكرانيا طب أنتوا بربطة المعلم بتدعمه أوكرانيا وبربطة المعلم بتدعمه كوريا الشمالية أنتوا ليه أساسا معترضين على دعم كوريا الشمالية لروسيا منتهى الاستفزاز كيم طاي هيو نائب مستشار الأمن القوم في كوريا الجنوبية قال أن كوريا الشمالية ستتخذ على نحو تدريج إجراءات مضادة بما يتصق مع مستوى التعاون العسكري ما بين روسيا وكوريا الشمالية بالإضافة إلى رئيس كوريا الجنوبية حث على ضرورة قيام كوريا الشمالية بسحب القوات بتاعتها إلا أرسلتها إلى روسيا للمشاركة في الحرب على أوكرانيا أرئيس سود رئيس كوريا الجنوبية بيقول يا كوريا الشمالية إسحاب القوات بتاعتك من روسيا طب ليه؟ طب انت إيه اللي دخلك في الموضوع؟ دية روسيا والتحركات ضد أوكرانيا طب على حسب كلامهم طب انت زعلان من إيه؟ إيه اللي مؤثر عليك؟ عشان تعرفوا حضراتكم أني المسألة بدأت تدخل في تكتل جماعي في مواجهة الكتلة الشرقية كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران لادمرزي لانسكي نفسه قال أن التحالف المتنامي ما بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية لم يعد الأمر يتعلق فقط بنقل الأسلحة بل يتعلق بإرسال أشخاص من كوريا الشمالية إلى روسيا طبعا روسيا ما سألتش فيهم بالمرة وخلال جلسة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة ممثل كوريا الشمالية نفى كل ذلك ونفى ما تردد حوالين إرسال كوريا الشمالية جنود لدعم روسيا في أوكرانيا ووصف الاتهامات دي بأن هي شائعات لا أساسة لها من الصحة ما حصلش طبعا الطبيعي أن كوريا الشمالية تنفي كل ذلك وكوريا الشمالية لا يمكن أن هي تسلم دمخة للدول الغربية ليه؟ ما حصلش ما فيش جنود تبع كوريا الشمالية ما فيش دعم بالأسلحة زي ما إيران بتقول كده أنا ما دعمتش على الرغم من أن إيران مدعم على أفضل ما يكون وروسيا تلقى الدعم أيضا من دولة الصين وبدأوا هناك تعاون مشترك على المستوى العسكري ما بين الأطراف ديت وبعضيها ليه؟ لأن الهم والمسئولية أصبحت مشتركة قوات من كوريا الشمالية بدأت تدريبات عسكرية في روسيا والنيتو يعرب عن قلقه كوريا الجنوبية سنتخذ إجراءات ضد التعاون العسكري ما بين بيونج يانج وموسكو هل تنضم قوات كوريا الشمالية إلى الحرب الروسية في أوكرانيا؟ محطة البي بي سي أوه طبعا ما هي نضمت؟ كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية طبعا دايما هم بيؤمنوا بالحكمة القائلة وأنا ليه أخسر لما ممكن أكسب وأنا ليه أسلم دقني للدول الغربية وأعترف بأنه عند جنود في قلب روسيا لما ممكن أقول لهم ما حصلش زي إيران بالزبط أنا عندي قوة نووية أخوانا أنا ما عنديش على الرغم من أن المعلومات والتأكيدات بتقول بالحرف الواحد أيوة إيران عندها قدرات نووية إلى درجة أن الإرهاصات بتقول عندها قنابل نووية أمر طبيعي النفي ده رغم أن الواقع عكس كل ذلك ترجمة نانسي قنقر